أنهت البورصة المصرية تعاملت جلسة اليوم بداية جلسة الإسبوع على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعية للمتعاملين العرب والأجانب وسجل رأس المال السوقي مستوى 716 مليار وخمسمائة مليون جنيها وذلك وسط دولات بلغت نحو 5 مليار جنيها أما على صعيد المؤشرات فتراجع معشر EGX 30 يوم بنسبة 41% من المائة في المائة وأغلق عند 11371 نقطة أيضا انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX 30 بنسبة 51% من المائة في المائة وأغلق عند 1953 نقطة امتدت أيضا انخفاضات لـ EGX 100 الأوصانة طاقا وانخفض بنسبة 68% من المائة في المائة وأغلق عند 2941 نقطة من البورصة إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجريه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل اليوم إلى 15 جنيها 65 قرشا وبالنسبة سعر البيع 15 جنيها 78 قرشا عن اليورو 17 جنيها 71 قرشا وبالنسبة سعر الشراء سعر البيع 17 جنيها 87 قرشا بالنسبة للجنيه الاستريني سعر الشراء 21 جنيها 26 قرشا سعر البيع 21 جنيها 45 قرشا نصل للعملات العربية ونبدأها من الدرهم الإماراتي الذي وصل سعر الشراء اليوم أبع جنيها 26 قرشا سعر البيع 4 جنيها 29 قرشا وأخيرا الريال السعودي وصل سعر الشراء اليوم إلى 4 جنيهات 17 قرشا وسعر البيع 24 قرشا